اشتركوا في القناة اول اشي احنا حلقتنا بتتقسم لثلاث اقسم القسم الاول اللي هو هذا اللي احنا موجودين فيه اللي هو ثلث الاول هاد موجود في كل الفيديوهات لكل الابراج لكل شيء لانه هاي مقدمة بتشمل كل شيء عشان ما ظلش اعيد في نفس الحكي في كل حلقة لكل برج فباخذ الجزء هاد بنجله انا بحطه في كل التوقعات اول شيء اللي احنا منحب نحكي اذا انت حب ما بدك تسمع الابراج الكواكب الموجودة والزوايا والتأثيرات والتنقلات ما تسمع المقدمة الاولى ولا المقدمة الثانية اروح على الثلث الاخير واسمع التوقعات الاسبوعية لحالها وتفي بالغرض بحاول انا ادمج لك اياها بشكل مبسط هيك يعني وبشكل سلس وبحاول اجيب لك كل اشي العلاقة بتأثيرات الكواكب والزوايا احط لك اياها في التوقعات الاسبوعية فاروح على التوقعات الاسبوعية واسمعها اللي بحب يسمع معلومات عشان يتقف وعشان يفهم كيف علم الفلك وكيف منشتغل وكيف التأثيرات او شو سبب التأثيرات اللي بتصير عليه طولة الفترة هاي بقدر يتابع اللي هو الجزء الثاني اللي احنا بنحكي فيه عنه عن الكواكب وين موجودة في اي بيت لاله كل بيت هذا ايش التأثيرات اللي بسويها عليه ان كان ايجابية او سلبية بالنسبة للتوقعات انا ما بجامل فيها يعني اللي بنتظر انه هو بدي يسمع اشياء ايجابية فقط لا غير وامدح له او رجي الدنيا البحر الطحيني واخلي يعيش انه يعني كل كنوز الارض وكل الارباح وكل العاطف وكل الدنيا طبعا هذا الاشي مش رح تجده عندي اذا برجك بحكي هذا الاشي رح احكيه لك ايا اذا بحكي عقص هذا الاشي رح احكيه لك ايا لانه انا بالنسبة للي لا بجاملك ولا رح اجاملك ولا مستعد اني انا اجاملك لاني انا بدي اعطيك اشي انت تستفيد منه يكوني حاكي الواقع تبعك او الوضع تبعك فعشان هيك اذا انت مش عاجبك عادي جدا اطفل فيديو واطلع منه مش اني يعني انا بتعالى عليك او انا بدي اسمعك حكي او يعني متجمل عليك لا على اساس انك انت ما تضيع وقتك وفي نفس اللحظة ما تنزل في الاخر يعني انه ما فهمت اشي وما عجبتك الموضوع او ما عجبتك الطريقة روح ابحث في قنوات في اشخاص ممكن بوصلوه لك المعلومة احسن مني انا الاشخاص اللي متابعيني واللي بعرفوا الاسلوب بتاعي بعرفوا انه انا بالتوقعات اليومية انا بعطيك 12 توقع او 12 بيت بشرح لك كل الاوضاع الحياتية تبعتك طول اليوم وكل الاحتمالات اللي ممكن انت تئما تستفيد منها او انك تكسبها او تحتاط منها عشان برضو المسألة الاخيرة اللي هي الطالع اللي هي المشكلة الاساسية لكل واحد بيجي بيسأل بيقول لي انت بتحكي عن البرج ولا عن الطالع شو الفرق بين البرج والطالع لما انا بحكي توقعات هي هي اذا بدحكي عن البرج بدي احكي توقعات ولما بدحكي اذا انت طالعك مثلا لنفترض جدي وطالعك لنفترض انه جوزة مثلا واجيت انا بدي احكي بدي احكي برج الجديد وبدأ احكي الجوزة فانا هيك حكيت البرج وحكيت البرج ولكن انت بالنسبة للك البرج الثاني هذا صار طالعك فعشان هيك بتروح بتسمعه اذا انت حابب تسمعه الان اللي ما بيعرف طالعه ما يكتب عشان انا اطلع له طالعه لانه استخراج الطالع يعني انا في عندي مهام مش سهل اني انا اقعد استخرج الطالع لكل واحد في اشخاص على القناة يعني اعضاء موجودين هدولا بساعدوا بعد مرات لاستخراج الطالع انا عشان اسهل عليك المعلومة في صندوق الوصف انا حاط لك رابطين رابط بشرح لك موقع وديك على موقع عشان تستخرج منه طالعك ورابط بشرح لك كيف تستخدم الموقع هات اذا انت ما بتعرف لا هاي ولا هاي حاط لك رابط في جدول بتقدر من خلال الجدول تاخد لاقرب منزل الى الطالع تبعك وصفات الطالع موجودة برضو بتقدر انت تسمعها وتتأكد انه هذا بنطبق عليك ولا ما بنطبق عليك خلينا عشان ما نطيل المعلومات خلينا نروح على توقعاتنا الاسبوعية اول اشي عشان نحكي عن وضع الكواكب برج الميزان طبعا المعروف ان القمر كان موجود في البيت العاشر لالكم بيت السمعة احدث بعض المشاكل او شكك في سمعتكم او شوي حاولت انك تدافع عن سمعتك بالفترة الماضية وفي منكو مش على السمعة ركزت على امور العلاقة بالعمل ومشاكل بالعمل او خلافات ما بينه بين زملاء او رؤساء بالعمل واحدث بعض الخلافات الكبيرة والسبب انه كانت الشمس وعطارد واثنين بتراجعوا سلبيات احدثت لهم مشاكل في هاي النقاط طبعا الشمس الان رح تنتقل للبيت 11 بيت الاصدقاء رح تعزز العلاقات او النشاطات الاجتماعية بخلال الفترة هاي وممكن تتعرف من خلالها على صديق جديد او تطور علاقة صداقة قديمة ما بين شاب وبنت مثلا انه بالفترة هاي تطور العلاقة لمرتبة المحبة او تطويرها لمرتبة الارتباط اما بالنسبة لعطارد رح يدعمك على مركزك الاجتماعي او مركزك بعلاقاتك او على مستوى العلاقة بالعمل فممكن يجيب لك فرص جديدة او يعطيك قدرة على الابتكار او تحليل بعض الامور على مستوى العمل وبرضو انجاز اعمال بشكل كبير وترابط بينك وبين زملائك او رؤساءك بالعمل لانه الان انهى من عملية التراجع ورجع لطريقة ايجابية فرح يعطيك ايجابية على هاي المسائل اللي احنا ذكرناها اما بالنسبة للبيت الزهرة تحديدا فهو في بيتك التاسع فرح يعزز امور كثيرة الها علاقة بعلاقاتك مع اشخاص خارج البلاد او مؤسسات تعليمية او دراسة جديدة او دورات او ثقافات او بحث عن لغة جديدة مثلا او الاهتمام بامور الها علاقة بالقضايا الها علاقة بعلوم يعني بتطور من ذاتك بشكل كبير البلاد اللي فاتحة وفي امكانية للسفر فيها الاشخاص اللي فيها بكون عندهم احتماليات للسفر البلاد المغلقة جزئيا بصير نشاط بين المدن والمحافظات كسفر وتنقل وبرضو ببداعه في اشياء العلاقة بالاستراد والتصدير اما بالنسبة للبيت السابع طبعا المريخ موجوده اللي بيحدث المفاجآت او التقلبات ما بينكم بين شركائكم بالمال والعاطفي يعني ما بين الازواج اللي بتخلي فيه نوع من انواع الحدية او فرض السلطة او السيطرة وبتحدث مشاكل من هذا الباب او من هذا الاطار اما بالنسبة للجدي طبعا اللي هو البيت الرابع لا اليك فبما انه المشتري وبلوتو وزحل بتراجعوا فهذا بحدث مشاكل على مستوى البيت او بجيب مفاجآت او مشاكل او حدية بالطباع او تقلب ما بينك وبين افراد العائلة او اشياء اللي لها علاقة يعني ببعض المسائل اللي لها علاقة بالعقارات او مساكن جديدة برضو بتعمل مشاكل عائلية او بتعمل ردات فعل سلبية او بتعمل حدية بالطباع ما بينك وبين افراد العائلة اما بالنسبة لنبتون اللي في البيت السادس فهو بعمل شكوك بعمل مخاوف بعمل وسوسة على المستوى الصحي او على مستوى العمل بيخليك تتوسوس زيادة عن اللزوم بيخليك تقلق تخاف تحتاط الزيادة يعني بيركز على هاي الامور اما بالنسبة لأورانوس فهو بيحدث مفاجآت على مستوى الاموال المشتركة فالها علاقة اما انه بقروض او ديون او تسهيلات مالية او امور انها علاقة بالميراث او اموال بتجيك بشكل مفاجئ وبرضو في ناس ممكن يصير عليهم تعطيلات او مشاكل لانه أورانوس بيحدث مشاكل فهو كوكب المفاجآت فعشان هيك دائما ما عنده حل وسط يابعطيك ايجابية يابعطيك سلبية على مستوى الامور اللي احنا ذكرناها خلينا نروح نشوف تحركات القمر وايش الايجابيات والسلبيات اللي ممكن يعطينا اياها خلال هذا الاسبوع والتحذيرات من صباح اليوم الخمينس وحتى عصر يوم السبت القمر بيكون في الجوزاء فعشان هيك اللي بيتقدم لامتحان او مقابلة بدو يستعد بشكل جيد هاي فترة حافلة بالنشاطات ممكن تتلقى خبر من الخارج او من جهة غريبة حاول تسهيل امورك تهتم بثقافة مختلفة الامر اللي بيشجعك على الانضمام لنادي او جمعية وبتنشط بالاتصالات الخارجية وخصوصا مع اشخاص خارج البلاد من عصر يوم السبت وحتى مساء يوم الاثنين القمر بيصير موجود في السرطان فعشان هيك بتتركز جهدكم نحو عملكم وعلاقتكم بالمسؤولين بوسعكم اثبات جذارتكم والدفع بمصالحكم الفترة هاي مناسبة للي بيبحث عن عمل وممكن تشعر وكأنه محيطك المهني او الاجتماعي ما بتعاطف معك او بيتعاون معاك لا تخشى المواجهة او المنافسة شرط التحلي بالمنطق والعقل الراجح للفترة هاي بتحمل نوع من انواع القلق والتوتر من مساء يوم الاثنين وحتى منتصف ليل يوم الاربعاء على الخميس القمر بصير موجود بالاسد فعشان هيك بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الاصدقاء منكم ممكن يتلقى دعوة لحضور حفلة او مناسب سعيدة بتكون تنقلاتك مهمة وبتتمتع بسرعة الخاطر بتحدد توجهاتك الفكرية والاجتماعية وحتى السياسية وبتعرف يعني لقاءاتك نوع من انواع الدعم لا تماطل بل تشجع على العمل الجماعي من ليل يوم الاربعاء على الخميس حتى فجر يوم السبت القمر بصير موجود بالعذراء في بيت متاعبكم فبيتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم بيسيطر التعب الشديد عليكم بتفكر في الغاء الموعيد والابتعاد عن الضوضاء احمي نفسك من المحتالين ابتهدأ الوتيرة وبتتراجع الارباح والحيوية فترة محبطة جدا ومخيبة للامل هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الأسبوع والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر